دشنا الأمين العام لإقليم شعري الأوسط فالانتي موسينغار سهرج للمياه الذي قامت بتمويله المنظمة الفرنسية الإسلامية للإقاثة لصالح اللاجئين القادمين من إفريقيا الوسطى والقاطنين بمعاذ كارسيدو للاجئين أدم حنفي فاطي يأتي هذا النشاط الذي استلم فيه الأمين العام لإقليم شعري الأوسط سهرج المياه الذي أنجزته المنظمة الإسلامية الفرنسية للإقاثة وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة لصالح اللاجئين والعائدين من جمهورية إفريقيا الوسطى وقد شهد الحفل حطور مسؤول البعثة الفرنسية إيليني روسو وكذا المكلف ببرامج المياه والنظافة للأقالم الجنوبية رونيل أمان وأيضا نائب محافظ منطقة سيدو بماجه وكذا العديد من مسؤولين منظمات الغير حكومية العاملة بالمنطقة وجمع قفير من أهالي وسكان منطقة سيدو وبعد الكلمة الترحيبية التي قدمها نائب المحافظ شاكرا فيها مسؤولي المنظمات العاملة ميدانيا التي تسعى إلى تقديم الخدمات الإنسانية وتوفير المياه الصالحة للشرب للاجئين والعائدين كما قدم رونيل أمان المكلف بالمياه والنظافة بالمناطق الجنوبية ممثلا للمنظمة الأممية مشيرا إلى أن المياه تحتل مكانا مرموقا في حياة الإنسان وهي شرط لكيان الحياة الإنسانية بل لكل كائنا حي وأن المنظمة قامت بهذا الخصوص بهدف تحسين حياة المرأة والطفل ثم جاء دور الأمين العام لإقليم شعر الأوسط فالنتين موسينغار والذي رحب بهذه الخطوة الهمة مقدما الشكر باسم السلطات الإدارية بالمنطقة على ما تبزله المنظمات للخدمات الإنسانية الراقية لصالح المواطنين والعائدين من إفريقيا الوسطى وهذا ما يلبي برامج فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو الخاص برفاهية المجتمع الشادي كما طلب من المستفيدين والقائمين بأمر محطات المياه الاهتمام والعناية بالذي أنشئ لصالح الجميع